صوت عذب صوت عذب يعرف نفسه أن فيه الشيء الكثير من إحساس ونبرة صوت الراحل الكبير العملاق طلال مداح الله يرحمه مع أنه غنى للكبير والعملاق أيضا محمد عبده واستطاع بخلطته هذه بين هذين العملاقين أن يقدم عرضا مميزا رائعا وحساسا وجميلا وحتى لا أطيل أنه الصوت العذب يوسف باجبير من السعودية حيث غنى أغنية للفنان الكبير محمد عبده أغنية رائعة وجميلة اللي هي ردي سلامي وهي من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن هذه الأغنية التي صاغ لحنها على نغم البيات الحسيني على الأغلب يعني على أكثر الأحيان هي من البيات الحسيني الفنان الكبير محمد عبده وهي من الألحان ذات التركيب اللحني المتغير أي أن فيها الكثير من التغيرات والكثير من الانتقالات بطبقات مختلفة والاستقرارات المختلفة أيضا وكانت رغم صعوبتها ذات وقع جميل علينا أو على المستمع بصوت الفنان والصوت الحساس يوسف باجبير إذن بعد الفاصل إن شاء الله راح نشوف يوسف باجبير كيف أدى هذه الأغنية الصعبة الجميلة بحسه وأناقة أدائه يا أهلا ومرحبا بكم اتفضلوا أحب بعد أن أرحب بكم أخلص الترحيب وأجمل الترحيب أصدقائي وصديقاتي حول العالم بينما كنتم خاصة في الوطن العربي أنا أشكركم على التواصل الجميل وعلى المراسلات الجميلة وعلى التعليقات والملاحظات الذكية والدقيقة من كثير من الأصدقاء إضافة إلى الإضافات الجميلة واللينكات الجميلة اللي يبعثوها إلي أشكركم شكرا جزيلا على حبكم وتعاونكم هذا الرائع والمشجع نعود إلى يوسف باجبير الذي اختار الكوبليه أو المقطع الثاني من هذه الأغنية ردي سلامي الرائعة والذي أنا قسمته إلى سبعة فيديوهات قصيرة الحقيقة أن الغناء أو اللحن فيه عدم تشابه في كل جملة لذلك ممكن أن نقسمها إلى أكثر من ذلك لكن حاولت أن أختصر قدر الإمكان خصوصا أنه جمالية الأداء لدى السيد أو الفنان يوسف كانت كثيرة وجميلة بإحساسه الجميل وبأدائه الرائع وباسترخائه وابتسامته ولطافته على المسرح ففي هذا الفيديو وهو الفيديو الأول راح نشوف الفنان يوسف باجبير يبدأ هذا المقطع بداية جميلة أو بتقنة حيث أن اللحن يبدأ من نغمة السي كار بيمول الأوكتاف الأعلى واللي نسميها الأوج حيث ينطلق من نغمة صول أو نوى إلى مد كلمة سنين على نغمة الأوج أو السي كار بيمول وبأداء حقيقة عذب وجميل خاصة الإلترلات الجميلة في الأيام اللي نحس أنه هذه الترلات تتأرجح بين الأوج والحسيني يعني السي كار بيمول ولا بتون جميل صحيح وبشكل مسترخي وإحساس عالي يعني بداية واثقة بداية جميلة بداية رائعة وكل تون فيه وضوح وفيه عرب وفيه إحساس لذلك تحس أنه الأداء فيه احترافية عالية خلونا نشوف الفيديو الأول تفضلوا أما في الفيديو الثاني فإنه يتألق جدا في جملة يقولوا تغير الأحباب اللي تبلغ نزولا أوكتافا كاملا من المحير أي ري جواب دوغاه إلى الدوغاه يعني أوكتاف كامل مع الحفاظ على نغمة الأوج حاضرة بقوة مما يعطي الإحساس التام بمقام الحجاز وفي إعادة الجملة يتوضح الحجاز بأدائه واضحا جدا يكون الحجاز بأداء جميل وعذب خاصة في نزول كلمة الأحباب الأولى وأيضا كلمة ما غاب وأبعاد ثلاثية نازلة وصاعدة يعني ثلاث تونات يقفز على ثلاث تونات هو هاي طبيعة اللحن لكن مجرد أدائه يبين أنه الإنسان متمكن خاصة إذا أضاف إله أداءات أو ترلات أو تكنيك أو إحساس فتكون متقنة وجميلة وظهرت جمال جدا واضحا في جملة أنا أقول القمر ما غاب حقيقة أداء احترافي وتمكن عالي مع إحساس جميل خلونا نشوف هذا الفيديو جميل جدا أداء ممتع وأداء رائع وإحساس عالي في الفيديو القادم وخاصة في هذا الجزء من جملة من أول يوم توعدنا يظهر جليا مقام بيات حسيني المكون من جنسين يعني مقام بيات حسيني مكون من جنسين بالأساس الجنس الأول هو البيات على الدوغا والجنس الثاني هو البيات على الحسيني فهنا في هذا المقطع يظهر فعلا أنه هذا المقام هو المسيطر أو هو المتمكن من الأغنية ودائما يكون الرجوع إليه سواء بالدوغا أو المحير أي بري القرار أو بري الجواب وحقيقة هذا المقام هو من المقامات الجميلة وفي شخصيته أو في شخصية تكوين هذا المقام كثيرا من الشجن والطرب والجمال ولو أردنا أن عسفة إذا تحبون أقدم لكم نموذج من عنده اللي هو هذا اللي قالنا الحسيني أو بيات الدوغا وبيات الحسيني أو اللا موسيقى موسيقى فيه الكثير من الشجن والطرب والجمال لكن أيضا الفنان يوسف أداه بشكل جميل ووضحه في هذا المقطع من الأغنية خلونا نشوف هذا الفيديو الممتع تفضلوا أداء رائع وإحساس عالي وأعتقد أنه هو رح يكون متميز بهذا اللون لأنه هو الوحيد المشارك في البرنامج اللي يتقن هذا اللون بشكل كبير هو ملعبة يعني ممكن الآخرين يتقنون أنا متأكد لأنه كلهم خاصة المحترفين منهم أصوات كبيرة وجبارة لكن هو هذا ملعبة لونة أتمنى أنه يستمر على هذا اللون عموما في هذا الفيديو اللي راح نشاهده وخاصة في جزئية قولي لأني ما هويت حيث جنس الكرد الجميل على اللا أو الحسيني يظهر بشكل واضح ومعه عرضية الماهور أو السيد طبيعي وفي شكيت ينزل إلى البيات الصريح حيث أداءه امتازة بالدقة والجمال والإتقان خلونا نشوف هذا الفيديو ونستمتعه فضلوا وبقمة الجمال في ترجع ليالينا سوا شوق غرام حيث البيات الجميل واستقرار واضح على نغمة الرست فما أجمل كلمة غرام كيف غناها بمدها وترلاتها وحبيبتي بسلاستها وإحساسها خلونا نشوف هذا الفيديو عند يوسف حلاوة مميزة وجميلة في صوته إضافة إلى أنه هو فيه نوع من الطيبة اللي تظهر في صوته أو نوع من العفوية اللي تظهر في صوته واضحة وتضيف إلى إحساسه صدق وبجو البيات أيضا على اللا أو الحسيني يتدرج بالصعود بكلمة ردي بشكل متقن وجميل بعد أن كان على الدو أو الرست واصلا بصعوده إلى فا أو ماهوران ثم نزولا إلى صول النواء يعني يتنقل هو طبيعة اللحن فيه تنقلات كثيرة وصعود ونزول وقفزات بأبعاد مختلفة لكن الحقيقة يحتاج إلى مؤدي لكن يوسف يؤديها بشكل جميل مع خلطة جميلة جدا بين أداء الكبير محمد عبدو وبصمة صوت الفنان الراحل طلال مداح إلى حد كبير والموجودة في صوت يوسف نشوف الفيديو أن لا يكون الإنسان محترفا بمعنى أنه يمارس الاحتراف من تصوير ومسارح وسفر ومتفرغ تماما للفن ومع هذا مع مرور الزمن ومع العمر الطويل الله يطول عمرهم جميعا وهنا مثلا مثل يوسف بهذا العمر لكن ما زال محافظ على بريق صوته وشباب صوته حقيقة هذا عشق عشق لهذه الموهبة ولهذا الفن الجميل وما أجمل غناء هذا الجزء من بيات الحسيني وبأداء رائع لكلمة سلامي بكليساندو قصير وسريع لكن مؤثر يعني يعمل كليساندو بكلمة سلامي اللي هو زحف ويكون قصير لكن مؤثر ركزوا عليه وأيضا كلمة سلام حيث النزول بترلات حساسة إلى نغمة الريقرار أو الدوغاه بعد كل هذه الأداءات والصعود والنزول والتنقلات من مقام إلى آخر واستقرارات جميلة وأبعاد يختم الأغنية بجنس بيات على المحير واصلا إلى الفا جواب أو ماهوران ثم الاستقرار على المحير أو الري جواب بأناقة وجمال وعذوبة واحترافية فأبدع وأدى الأغنية بكل أمانة وبكل جمال وبكل أريحية وابتسامة وذوق وأناقة فكان بحق مؤديا فنانا رائعا دعونا نشوف هذا الفيديو الأخير ونرجع لنختم هذا الفيديو تفضلوا في البرنامج مع يوسف باجبير هناك أصوات عملاقة أيضا وأصوات مخيفة وألوان قادمة خاصة من المغرب العربي فيها الشيء الجديد والشيء الغريب ربما على أسماعنا ليس غريب جدا لكن لسنا متبحرين ومتشبعين منه إضافة إلى أصوات قوية مثلا من سوريا مثلا من لبنان فأنا أعتقد أنه يوسف لو استمر على هذا اللون وبهذه الاحترافية من ناحية الأداءات والحس سيكون له تقدم كبير في البرنامج ويحقق مراتب عالية وأتمنى كل واحد كل واحد في هذا البرنامج أن يكون هو The Voice لأنهم يستحقون لكن الأكثر من هذا حقيقة أن هذا البرنامج قدمهم إلنا وساعدنا بهم وفرحنا بهذه المواهب الجبارة أو المحترفين الجبارين اللي يستحقون النجومية وأكثر من النجومية وإن شاء الله كلنا راح نظل نتابعهم ما بعد البرنامج ونتمنى أنه يكون نشاطهم دائم ومتوهج في كل المجالات شكرا جزيلا أصدقائي وأتمنى للجميع التوفيق وإن شاء الله تكونوا دائما بخير وسعادة ولنا لقاء إن أذن الله وشاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة